موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم تحديث لا يتوقف ولم يحسم بشأن الحرية كمفهوم يتدوله البشر ويشعرون بالحاجة إليه وقد أوغلت الحضارة الغربية في التعامل مع هذا المفهوم فأطلقت العنان للإنسان للتحرر من كل قيد والتمرد على كل حد وإتيان كل ما يشتهيه ويريده من غير ضابط ولا وازع وقد صيغت الحياة في الغرب وفق هذه الروح وفي هذا المقام يحسن بيان مفهوم الحرية في التصور الإسلامي ومدى التقائها أو افتراقها مع العبودية لله سبحانه وتعالى الحرية في ميزان الإسلام وعلاقتها بالعبودية وما نبحثه في هذه الحلقة من برنامج مقاصد أهلا بكم هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع دكتور محمد أنوار البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلا ومرحبا بكم في برنامج مقاصد دكتور موضوع حقيقة هو دقيق وحساس ويحتاج إلى ضبط المفاهيم وضبط التصورات لدى الناس بسبب أن هذا المفهوم هو حقيقة كثير من معاني هي مستوردة وفق منظومة العولمة الآن التي تصدر المفاهيم للعالم الإسلامي نريد أن نعرف منك يعني ما معنى الحرية في التصور الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن ولاه وبعض فإن الله تبارك وتعالى أنعم على هذا الإنسان فخلقه بيده ونفق فيه من روحه وجعله عبدا له وحده ثم شرفه وكرمه وأنزل عليه رسالته واستعمده بهذه الرسالة وكلفه بتلك التكاليف ليقوم بها في الأرض تحقيقا للعبودية لله تبارك وتعالى وفق ما أراد الله جل جلاله فالحرية عندنا في الشريعة لا بد أن تكون منضبطة بضوابة التشريع وضوابة الشر وإلا فهي تفلت وفوضى وجنون لكن تعريفها قبل الحديث عن الضوابط تعريفها الحرية حاضر إن شاء الله سأتي إليها إحنا عندنا لتعريف الحرية اتجاهان في الحقيقة اتجاهان سائدان موجودان في الفلسفة العامة وفي الثقافة عند الناس الاتجاه الأول هو هو الاتجاه المنفلت من كل الضوابط المنساب من كل القيود والشروط وهو يقول إن الحرية هي قدرة المرء أن يفعل ما يشاء وفق ما يشاء كل شيء متاح عنده يقدر عليه يفعله بلا قيود وبلا ضوابط هذا هو الاتجاه الأول والاتجاه الثاني رأى أن هذا التعريف فوضى بل جنون فوضع له بعض الضوابط وقال هي قدرة الإنسان على فعل ما يشاء وفق ما يشاء بثلاث ضوابط ووضع له ثلاث ضوابط الضوابط الأول أن لا يضر غيره وأن تنتهي حريته عند ابتداء حرية الآخرين وأن يكون ذلك وفق القانون العام والنظام العام والأعراف والأخلاق والقوانين فوضع له هذه الضوابط الثلاثة ونحن لا بد أن تكون لنا نظرة نقدية وتحليلية لهذين الاتجاهين أما الاتجاه الأول فهو الإطلاق والانفلات هكذا فهذا يعني جنون وفوضى ودعوة للفوضى لا تستقيم معها الحياة ولا تستقر بها المعيشة للناس فلو أطلقنا العنان لكل أحد أن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء وأن يقول ما يشاء وأن يعتقد ما يشاء هذا يعني تفسد به الحياة ولا تستقر للناس حريات شخصية ولا أعمال خاصة ولا ممتلكات خاصة ولا حتى ممتلكات عامة وهذا ضد الفطرة هذا التعريف ضد الفطرة وضد الواقع وضد التاريخ وضد الجغرافيا ضد كل شيء الدنيا كلها تمشي بضوابط معينة وحياة الناس تمشي بقواعد معينة إما بقواعد الأعراف والعادات والأخلاق أو بقواعد القانون التي قننها الناس هنا أنا أتكلم بعيدا عن الشريعة السماوية فإذا جئت وأضفت إلى هذه الحرية القوانين الإلهية والنظم الشرعية التي ضبط الله عز وجل بها حياة الإنسان على هذا الكوكب الأرضي فإذا انزدت قيود أخرى وشروط أخرى تقيد هذا المعنى المنفلت من كل قيد ومتسيب من كل شرع ولذلك أرى أن هذا الاتجاه الأول هو الأقرب إلى حقيقة الحرية لكنها الفوضى يعني هو الأقرب فعلا رغم أنه فوضى وجنون لكنه هو الأقرب إلى حقيقة معنى الحرية أن تفعل ما تشاء وأن تقول ما تشاء نعم هذا هو الأقرب إلى حقيقة معنى الحرية لأن الحرية هي الامفلات من قيد الرق في اللغة والخروج من كل الشروط فجاء الاتجاه المعاكس فرأى أن هذه فوضى وأن هذا جنون وأن هذا التعريف لا يمكن أن تستقيم به الحياة ولا تستقر حتى معاش الناس سواء كانوا كفارا أو مسلمين فوضع لهذا التعريف ثلاثة قيود كما ذكرنا أن تنتهي حريتك عند بداية حرية الآخرين ألا تضر الآخرين ألا تخالف الأعراف والعادات والقوانين يا أخي أنت قيدت الحرية إذن هذه القيود تخالف معنى الحرية تناقض نفسك بها لأن الحر لا يصح أن يسأل ولا يصح أن يحاسب ولا يمكن أن يقيد فعله ولا يمكن أن يقيد قوله إذن كلا الاتجاهين يعني كلاهما فاسد وكلاهما ساقر فالذي يجعل الحرية منفتحة منفلتة بلا قيود هذه فوضى والذي يقيد الحرية إذن أخرج الحرية عن معناها الحقيقي وعن مضمونها وعما يراد من ورائها فلذلك لما تنبه هو إلى هذا المعنى قال نسميها حرية مسؤولة يعني إذن وضع للفظ الحرية قيداً آخر وهو المسؤولية يا أخي أنا أنت حينما تسأل الحر إذن أنت تحاسبه والحر لا يحاسب والحر لا يعاقب والحر لا يجازة حينما أقول لك أعطيك برتقالة وتفاحة وأقول لك إذا أخذت التفاحة فأنت حبيبي وسأعطيك تفاحات كثيرة أخرى وإذا أخذت البرتقالة فأنت عدوي وسوف أتعامل معك ولكن يجب أن تختار إذن أنت حتى تختار اختياراً صحيحاً فلابد أن تختار وفق ما أريد أنا قيدت اختيارك لكنها حرية مزوقة منمقة كل فيها ما تشاء فلهذا هذه ليست حرية هذا تقييد للحرية وضغط عليها ومحول حقيقتها أعطيك الاختيار الذي أريده ثم أسمي هذا حرية لا هذا ولذلك لا تسمى الحرية حرية مسؤولة الحرية يجب أن تكون حراً مطلقاً بلا قيد وبلا شرط وبلا ضوابط ولهذا نقول هذه الحرية بهذا المعنى لا وجود لها في دنيا الناس في الحقيقة لا عند الكفار ولا عند المسلمين ولا عند العقلاء ولا عند المنضبطين هذه لا وجود لها إلا في مستشفى المجانين أو في غابات الحيوانات لأنهم هم الذين يعيشون بلا قيد وبلا شرط وبلا ضابط أو في حياة الأبالسة في الحقيقة الإنسان لا يمكن أن يكون منتفلتاً متسيباً من كل ضابط وتصلح به الحياة لا يمكن هذا غير ممكن وهذا مستحيل الجهة الوحيدة التي لها هذا الحق فقط هو رب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا قال في قرآنه المجيد في آيات كثيرة إن الله يخلق ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء إن الله يهدي من يريد إن الله يرحم من يشاء يعذب ما يشاء إن الله يحكم ما يريد وقال سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب فالذي له المشيئة المطلقة والفعل المطلق هو رب العالمين وهنا تربط بين الحرية والمشيئة والإرادة هنا نعم لأنه هو لأنك حينما يقولون أن يقدر المرء على فعل ما يشاء كل ما تشاءه وكل ما تريده أن تقادر على فعله وقت ما تريد وبالكيفية التي تريدها هذا إله هذا لا يمكن أن يكون إنساناً الذي يفعل هذا هو الإله فقط سبحانه وتعالى ولذلك لا يمكن أن نؤلها الإنسان فهذه الحرية المطلقة تعني كما قال الفلاسفة الفساد المطلق وإذا أعطيت حرية مطلقة لإنسان إذن فانتظر الفساد المطلق والفوضى المطلقة والاستبداد المطلق وكل المعاني التي تفسد الحياة وتفسد الإنسان وتفسد الأجواء من حول بني الإنسان طيب الإنسان في تصور الإسلامي هو عبد الله المأمور والعبودية هي الخضوع التام والاستسلام والإذعان التام لله سبحانه وتعالى إذعاناً تاماً مطلقاً طيب يعني كيف يمكن دكتور فهم حرية الفرد في ضوء هذه العبودية لله سبحانه وتعالى ونحن نتحدث دائماً مفاهيم نسبية لأن في حياة البشر لا توجد مفاهيم مطلقة الله هو فقط المطلق وما دون ذلك كله نسبي وبالتالي يمكن الحديث عن الحرية الحرية النسبية في ضوء ذلك يعني كيف يمكن تحرير هذا المفهوم هو لو أذنت لي استكمل فقط في الاسترسال الذي كنت فيه لأن كلمة الحرية كلمة غريبة على الثقافة الإسلامية لم تدد في الإسلام أبداً لا في السنة ولا في القرآن وردت الحرية أو مشتقات الحرية في القرآن ثلاث مرات الحر بالحر والحرية هنا ضد العبودية ضد الاسترقاق وتحرير رقبة أي تخليصها من قيود الاسترقاق وإني نذرت لك كما قال الله تعالى على لسان امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محرراً أي عتيقاً خالصاً لك ليكون خادماً في المعبد أو الكنيسة هذه الثلاث مرتها التي ذكر فيها مشتقات مادة الحرية إنما كلمة الحرية نفسها لم تذكر أبداً في الشريعة الإسلامية ولا تعرف في الثقافة الإسلامية لأنها كلمة غير منضبطة إنما ضبطتها الشريعة بالقواعد وبالقيود التي وضعتها للإنسان كي يكون عبداً صالحاً لرب العالمين سبحانه وتعالى فلذلك نقول إيوى الحرية في ضوء العبودية هل يمكن أن تتحقق؟ نعم يمكن حرية الإنسان أن تتحقق في ضوء العبودية لله رب العالمين لكن يجب أن نؤسس لهذا أن يفهم الإنسان أنه أولاً في الدرجة الأولى عبد لله سواء كان مسلماً أو كافراً وهذه العبودية لا خيار له فيها هي حق الله تبارك وتعالى على الخلق حق الله على العباد كما جاء في حديث معاذ حينما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم فقال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذبهم فلذلك قال الله تعالى في آيات كثيرة يبين هذا الحق له على الناس وحينما أقول هذا حق فيعني أمران أو فيعني أمرين الأمر الأول أنه ثابت لا يقبل الشك الأمر الثاني أنه واجب لا يقبل الخيار أقول مرة ثانية حينما أقول هذا حق لله تبارك وتعالى فمعنى أنه ثابت لا يقبل الشك وواجب لا يقبل الخيار يعني ليس لك خيار فيه فلذلك قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم عهد أو العهد من الفضل وجوب ما يعهد بي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولذلك ما أرسل الله رسولاً إلا بهذه الحقيقة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يا أيها الناس اعبدوا ربكم فهذا الأمر الإلهي بعد النداء على الناس جميعاً اعبدوا الله ما لكم من إلهي اعبدوا الله سبحانه وتعالى هذا من استجاب لهذا النداء دخل في دائرة عبودية الاختيار ومن تمرد عليه وكفر به وتنكر له هو داخل في عبودية القهر حتماً بلا خيار الله قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده كل من في السماوات والأرض من الملك والإنس والجن والشجر والدواب ولذلك ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل هذا يسجد لله ويسبح بحمده سبحانه وتعالى ويخضع لذي الجلال والإكرام إذن فلا خيار للناس هنا فإنما من اختار العبودية اختياراً فهو دخل عبودية الاختيار وإلا فهو عبد بالقهر والفرض هل يمكن أن نوفق بين هذا المعنى ومعنى الحرية؟ الحرية نحن اتفقنا أن الحرية المطلقة لا وجود لها لا عند المسلمين ولا عند القفار وأن الحرية المطلقة فساد المطلق وفوضى مطلقة إنما عندنا حرية متفقة مع الشريعة وهي الحرية المتسقة مع ضوابط الشريعة ومع أوامر الله تبارك إذن نريد أن نفهم منك دكتور وألتمس منك الاختصار أنه مضى الوقت طويل ولدي الكثير من الأسئلة هل تنفي قضية الاختيار عند الإنسان؟ في ضوء النصوص التي تقدمها لنا والتصور الذي تقدمه لنا؟ أيوة نحن عندنا ننفي ما يسمى بحرية الاختيار إنما نحن عندنا حق الاختيار ما الفرق بينهما؟ لا أيوة الفرق كبير كما السماء والأرض فنحن عندنا في ديننا حق الاختيار أنا أعطيت لك حق الاختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر لكن لا بد أن تؤمن لماذا؟ وإلا أدخلتك النار لو أن لك حرية الاختيار يبقى لماذا أعذبك على اختيارك؟ إنما أنا أعطيتك حق الاختيار وليس حرية الاختيار هناك فرق أنا أعطيتك كما ذكرت في المثال الأولا البرتقال والتفاحة وقلت لك إذا اخترت التفاحة فأنت حبيبي وإذا اخترت البرتقال فأنت عدوي إذن هذه حرية؟ أنا كل ما هناك أني أعطيتك حق الاختيار حق الاختيار وهذا الحق أنت مسؤول عنه محاسب من أجلك طيب دكتور معذرة يعني كيف يكون عندي حق الاختيار من دون أن يكون لدي حرية ممارسة هذا الحق يعني ثمت هنا شيء غامض يعني مثلا عندي خياران هذا أو ذاك إذا أخذت هذا فأنا محاسب وإذا أخذت ذاك فأنا يعني مثاب طيب هذا يستلزم أن أكون حرا في اختياري وأن لا يكون هناك ضغط عليه حتى تكون المحاسب وفق حريتي تكون المحاسب وفق حريتي؟ وفق الحرية لأنني يجب أن أكون حرا حتى أحاسب بعد ذلك يعني أن تعطيني حق الاختيار وأنا مسلوب الحرية فلم يعد حقا هذا لا ما هو ليست حرية قلنا ليست حرية نحن إذا اتفقنا أن العبودية لله حق حقه وواجب على الإنسان إذن فليست حرية إنما هي واجب واجب حق الله عز وجل على الإنسان على بني البشر أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فإذا قصرت في هذا الحق وأنا أعطيتك حق الاختيار إما أن تستقيم عليه وإما أن تنفلت منه أريد أن أحرر معك دكتور لو أذنت لي يعني هذه العبودية القهرية بمعنى أن كل البشر هم عباد لله سبحانه وتعالى من حيث يشاء أم لم يشاء هذا واضح ومفهوم لكن بعد ذلك يأتي التكليف فالله سبحانه وتعالى كيف يحاسب الناس وهو حرمهم وسلبهم حريتهم في الاختيار يعني كيف يعني هنا يعني ربما تلتبس عند بعض وأنا أتبنى الرأي الذي ربما يخالف حتى تتوضح السورة السورة كيف يحاسبني الله على فعل أنا لست حرا في اختياره من عدمه أنا مش واضح عندي سلب الحرية أنت تقول أن الإنسان ليس حرا وإنما صاحب حق في الاختيار طب إذا كيف عندي حق وأنا لست حرا في ممارسة هذا الحق أنت حر أنت معك حق الاختيار وليست حرا في الاختيار ما الفرق بينهما؟ الفرق الكبير يا أستاذ جهاد لو أنا أعطيتك حرية الاختيار يبقى لا يصح أن أحاسبك ولا يصح أن أعاقبك ولا يصح أن أثيبك أنت حر تفعل ما تشاء حينما حاسبتك على اختيارك سلبت عنك الحرية إنما أعطيتك حق الاختيار وهذا الحق أنت محاسب عليه إنما لو كانت هناك حرية يبقى لا يصح المحاسبة ضد الحرية نحن اتفقنا من هذا في الأول الحرية ضد الإكرار والإيش؟ الحرية ضد الإكرار والله سبحانه وتعالى يقول لا إكره في الدين قد تبين الرشد من غيره أنتم لا تكرهون الناس إنما الله يكره لو أكره لم أوجدنا كافرا ما هو الله تبارك وتعالى من رحمته وعدله وإحسانه إلى الخلق أن يكرهك على عبادته وأن يكرهك لأن تكون عبدا من عبوديته هذا إحسان إليك ومع ذلك وجد من غير المسلمين لأنه من غضب الله عليه ومن مقته له لكنه مارس حقه مارس حريته مارس حق الاختيار مارس حق الاختيار الذي منحه الله واختار واختار اختار الكفر لكن إن أعتذنا جهنم للظالمين إن أعتذنا جهنم للكافرين إن هذه الجهنم المعدة للكافرين وللظالمين لماذا محاسبة له على حق الاختيار لو أنه حر في الاختيار يبقى جهنم هنا عبء يعني غير صحيحة لأنني حر أنت أعطيتني حرية الاختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه مشيئة الاختيار وليست مشيئة الحرية إحنا عندنا خلط بين أنني أعطيك حق الاختيار وبين أن تكون حرا في اختيارك إحنا اتفقنا أنه لا حرية للناس مع الله لا حرية للخلق مع الله تبارك وتعالى هم عبيد ينفذون أمره تبارك وتعالى هذه حقيقة شرعية الفلسفة الغربية هي التي أفسدت عندنا هذه التصورات إنما كل ما هو للك أن الله تبارك وتعالى أعطاني حق الاختيار طيب بينما سلبه عن أولادك أولادك المسلمين الذين ولدوا بين أب وأم مسلمين لم يعطيهم حق الاختيار فهل هذا ظلم لأولادك أم هو إنعام أنه كفاهم مؤونة لاختيار أنا ربما أكون يعني طبعا أمثل بعد الإخوة المشاهدين لا حرارك حتى يعني أفهم أكثر أنا أريد أن نميز بدقة دكتور يعني قبل أن نذهب إلى الفاصل بعد قليل بين الحق والحرية ربما يأتي مشاهد ويقول يعني كيف الله يحاسبني الله سبحانه وتعالى على أن أختار بين عدة خيارات طرحها علي ولم يعطيني حرية الاختيار وإنما يعني أنت تقول أنه حق الاختيار كيف يكون الحق بدون حرية هو أنا هم مصرون على أن يسميها حرية سموها حرية نعم ألم يعطيك حرية الاختيار نعم واخترت أم لا اخترت طبعا وحاسبك على هذا الاختيار نعم كل ما هناك أنا أسمي هذا حق ليس حرية لأن مصطلح الحرية المحاسبة تنقضه يعني الحر لا يحاسب لا يحاسب لا طبعا عند الله سبحانه وتعالى يحاسب عند الله ما هو إذن هو ليس حر إذا حسبته يبقى ليس حرا إذا قلت إنه حر يبقى لا تحاسبه لكن هناك عفوا دكتور أنت هنا يعني تعطي كأنك تعطي إطلاقا للمفهوم بمعنى أن الحرية مطلقة نحن اتفقنا أنه بين البشر لا يوجد مفهوم مطلق أن المطلق هو الله سبحانه وتعالى فقط إذن يعني هو حر الإنسان لكن حرية تحت قدرة الله وتحت إرادة الله ومشيئتها أيما هذه أنا أقول هذه ليست حرية الحرية المقيدة ولذلك في بداية الكلام أنا قلت إن الذين قالوا إن الحرية هي قدرة الإنسان على أن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء هذا أقرب إلى بيار حقيقة الحرية هذه الحرية فعلا لكن هذه في دنيا الناس فوضى إذن فلا يوجد هذا المعنى عند الناس الذي يفعل ما يشاء وقت ما يشاء هو رب العالمين وحده ليتفرد بهذا الأمر إذا ما كان الأمر كذلك دكتور محمد إذن كيف تميز الأحكام التشريعية التي راعت الحرة من العبد بمعنى أنها جاءت مخففة على العبيد ومغلظة على الأحرار نقول له إن الحرية عندنا لا تعني إلا ما يناقض الرق فقط هذا الحر بالحر والعبد بالعبد يعني الحر هنا الذي ليس مسترقا والعبد هو المسترق هذا فقط هو الذي في الشريعة ولذلك راعت الشريعة الفوارق بين الأثنين فوضعت لهذا أحكاماً وهذا أحكاماً في بعض المسائل وليس في كل المسائل لكن دكتور يعني المفكرون من كل جهات الأرض وحتى بمن فيهم مفكرون مسلمون يعني يتواضعون أو يتوافقون فيما بينهم على أن الحرية قضية الحرية هي قضية مركوزة بالفطرة الإنسانية بمعنى أن الإنسان يعني الناس تموتوا من أجل أن تحصل على حريتها في من يحكمها في كيفية يحكمها طبعاً سنبحث هذا موضوع مرتبط بالحرية السياسية نبحثه في المحور الثاني ولكن الناس تموتوا من أجل أن تكون حرة من أجل أن يكون الشعب حراً يمارس حقه في الحرية في الاختيار إلى آخره فكيف يمكن يعني فهم هذا الأمر هو أنا يعني مؤمن معك أن المعاني التي أقررها من خلال القرآن والسنة أصابها غبش كثير وأصابها تحريف حتى في رؤوس الناس لأن الحضارة الغربية حضار صوتها عالي وحضار صوتها قوي فهو مؤثر فلذلك حتى أثرت يا شيخ على النخب الإسلامية والمختصين في دراسة الثقافة الإسلامية وقالوا هذا الكلام ولما تأتي تناقش هؤلاء المختصين في معنى الحرية في ضوء الشريعة إما أن يتلعثموا وإما أن يترددوا لماذا؟ لأنه بين أمور لا يمكن أن تقول فيها أنت حر لو أنت حر صلي ما تشاء لو هي حرة تلبس الحجاب أو لا تلبسه لو هو حر يزني كيفما يشاء يعني حتى الحرية عند الغرب يعني جيد أن نذكر هذا أعطت الحرية للمرأة وليست للرجل لما أباحت له الحرية لأن المرأة هي وسيلة إفساد المجتمع أو هي وسيلة إصلاحه في الحقيقة هذا فالزناء برضى المرأة مباح إنما الاغتصاب والتحرش مجرم محرم لماذا؟ فأعطت الحرية للمرأة وسلبتها عن الرجل يا شيخ أنت تقول أنا حر وأنا رجل أفعل ما أشاء فلماذا حرمت عليها الاغتصاب وحرمت عليها التحرش بينما أبحته أبحت الزنا برضاها هذا جنون هذا غير مفهوم لذلك القواعد الغير مفهومة هذا تصيبني في عقلي وتصيبني في تفكيري فإما أن نقول عندنا ضوابط وقواعد من العرف والقانون والنظام أنت لا تستطيع أن تمشي في الشارع أو استسجاد بسيارتك كيفما تشاء أنت مرتبط بقواعد المرور فلذلك أنا أقول إذا كان عندنا قواعد وضوابط تضبط كلامنا وحركتنا ونومنا وقيامنا وعلاقتنا بالناس وعلاقتنا بالجيران وعلاقتنا بغيرنا إذن فلسنا أحرارا الذي يقول هنا أننا أحرار هذا جنون هذا خبل أنا لا أفهمه أو عدم فهم للحرية برأيك سميه كما تشاء إنما الحرية بهذا المعنى لا وجود لها نحن مقيدون بقواعد الغرف والعادات والذوق والنظام والقانون طيب دكتور يعني الأحكام الإسلامية اللي هي المحرم والمكروه والمباح والمندوب والواجب المباح هو القاعدة الأعرض في هذه الأحكام يعني كيف يمكن الحكم على المباح بمعنى أن الإنسان مباح له في الأصل كل شيء فهل هذا المباح يعني ألا يتفق ويتسق مع مفهوم حرية الاختيار وحرية الممارسة ضمن هذه المباحات التي هي القاعدة الأوسع في الإسلام المباح الذي لم يحرمه الشر نعم تمام أو سكت عنه نعم وعفى عنه نعم فلذلك هذه الدائرة الدائرة يعني أعطاها الله للإنسان منحة له لحتى لا يضيق عليه حياته كلها بلغتهم وبفهمهم وهي من رحمة الله وسعة تشريعه وأعطانا دائرة أخرى النصوص فيها ظنية الدلالة هذه أيضا تتسع بالإنسان نعم إنما النصوص التي هي قطعية الدلالة هذه لا تقبل النقاش ولا تقبل الاجتهاد نحن فيها نسلم لله قولوا سمعنا وأطعنا ولذلك هناك لما قالوا سمعنا وعصينا لعنهم الله بكفرهم وخدبال حضرتك وقالوا سمعنا وعصينا فلعنهم الله بكفرهم إذن هذه دوائر عندنا ثلاثة دوائر دوائر ثلاثة هنا ثلاث دوائر ينبغي على العبد أن يتعامل معها وفق هذه الضوابط الشرعية عندنا دائرة نقول لله فيها سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا لا هذا لا يقبل النقاش ولذلك الذي يناقش فيه إما أن يكون فاسقا أو مجرما أو منافقا أو كافرا مرتدا هذا لا يقبل النقاش نناقش رب العالمين يا أخي أنت لا تستطيع أن تناقش أباك ولا وزيرا تناقش رب العالمين فيما يقول فلذلك عندنا دائرة أخرى النصوص فيها غير قط هي ظنية الدلالة فتجتهد فيها يا أخي اجتهد فيها أعطاك الله العقل ومنحك الفهم والفكر فاجتهد فيها وعندنا دائرة ثالثة يا أخي لا توجد فيها نصوص أصلا الأصل فيها الإباحة اجتهد فيها كما تشاء فلذلك هذه الدوائر من رحمة الله وسعة شريعته سبحانه وتعالى بالإنسان هل هذا ضد الحرية أو يقيد الحرية لا هذا ضبط لحياة الإنسان وهذا الضبط هذه المراحل الثلاثة أو الدوائر الثلاثة ضوابط لحياة الإنسان على الأرض هذه الضوابط هي تسلب الإنسان حريته المطلقة وحينما نقول تسلب حريته المطلقة التي سماها الطرف الثاني الحرية المسؤولة لا توجد حرية مسؤولة هذا ضد المنطق هذا ضد الفكر هذا كلام من يفكر بقدمه فلذلك نقول إما أن تكون الحرية حرية يعني مطلقة أنت لا غير محاسب أنت غير مقيد أنت غير مشروط أنت غير محكوم هذا هو الحرية هذه الحرية التي أفهمها والتي أريدها وعفوا والتي يعني أفهمها في ضوء المصطلح ذاته أما أن أقيد هذا القول أو الفعل بقيود إذن نفيت الحرية لماذا تقيد مبدأ الحق بمعنى أن الحق هذا مقيد وبينما الحرية لا تقبل تقييدها بأنها حرية مسؤولة ما فيش حرية مسؤولة هذا ضد المنطق لماذا لا يكون ضد المنطق حق مقيد يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أعطانا حق الاختيار لكنه حق مقيد أليس كذلك أليس كذلك بمعنى أنه إذا اخترت هذه إذا اخترت هذا الأمر مقيد بإرادة الله سبحانه وتعالى أنه لو لم يرد الله سبحانه وتعالى لم أخترته فأنا أمارس حقي لكن حق مقيد بإرادة الله سبحانه وتعالى و أيضا لما لا ينطبق هذا على مفهوم الحرية بأن حرية موجودة ولكن حرية مقيدة بإرادة الله سبحانه و تعالى أنا هنا لم أعلم المكتوب لي عند الله إنما أعلم ما يرضي الله فيه فلذلك أنا أفعل ما يرضي الله فيه فلذلك هذا حقي أما الحرية الحرية لا تقبل القيود نعم طيب قبل أن نذهب إلى الفاصل السؤال أخير في هذا المحور يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرار المفكرون المسلمين أنت تستحق أن أقبل رأسك على هذا السؤال هذا دجل هذا لم يثبت عن عمر هذا دجل هذا لا يثبت عن عمر أبدا لم يثبت عنه حديثا لا يا شيخ هذا لا يمكن ولذلك إذا سألت عمر و بحثت في بيته ستجد في بيته عبيدا و إماء فكيف يقول هذا و خدبال حضرتك هذا كلام مأثى يعني أورده بعض الناس بأسانيد مظلمة أسانيد لا تثبت عن عمر و هو من حيث المعنى منكر لا يصح أن يضاف إلى عمر رضي الله عنه عمر لا يمكن أن يقول هذا طيب سنبحث الآن الحرية السياسية أو حق الحق في الممارسة العملية السياسية بعد الفاصل هذا فاصل قصير قبل العودة للحديث عن حدود الحرية السياسية في نظام الإسلامي ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله وهذه عودة لمتابعة الحديث في موضوع اليوم الذي يبحث الحرية في الإسلام و علاقتها بالعبودية لله سبحانه وتعالى حديثنا اليوم دائما مع الدكتور محمد أنور اليوم أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلا وسهلا بكم دكتور و رحمة الله فيك و أستاذ المشاهد دكتور الكلام عن الحرية يقودنا بالضرورة إلى دائرة أوسع وهي الحرية السياسية أو دعنا نتواضع على المصطلح الذي اخترته لنا وهو حق في العملية السياسية أو في الأداء السياسي أو في الفعل السياسي حدود هذه الحرية أو حدود هذا الحق في النظام الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم حينما نتكلم عن الحرية السياسية أيضا نستحضر معنا الحرية المجلوبة من الغرب حتى هذه الحرية بهذا المعنى عند الغرب غير مطبقة فاختيار الرؤساء والحكام في بلادهم يدار من تحت الطرابزة كما يقال ومن خلف الأستار ومن وراء الجدران يهمنا في نظام الإسلامي نحن الذي يهمنا عندنا النظام الإسلامي نحن عندنا في النظام الإسلامي في اختيار الخليفة أنا أتكلم عن الخليفة نعم وعن نظام الإسلام ليس عندنا فيه حرية مطلقة نحن أيضا منضبطون فيه بالقواعد شرعية نحن نختار الخليفة بمنتهى الحرية داخل الضوابط الشرعية داخل الضوابط الشرعية الضوابط الشرعية التي وضعها الله تبارك وتعالى الاختيار الخليفة عندنا عدة شروط منها شروط اختيار ومنها شروط ابقاء شروط الاختيار في الحكم أن يكون رجلا قراشيا رجلا يعني ليس امرأة ذكرا يعني رجلا حرا قراشيا يعني منسب إلى قريش ودعك من ابن خلدون وهؤلاء الذين يطعنون في القراشية وفي النسب هذا أمر ثابت بالتواتر لا مطعن فيه وهو لا يقبل النقاش ولا يقبل الاجتهاد القراشية ويقولون إن كان هذا أيام أن كانت قريش قبيلة قوية لا كانت الأنصار أقوى من قريش والأنصار قالت هذا أنتم فرع مننا ومع ذلك سلموا لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت والأنصار حينما قالوا لهم أجمعون إن هذا الأمر جعله النبي صلى الله عليه وسلم في قريش فهم الأمراء وأنتم الوزراء القضية دعك من ابن خلدون فابن خلدون رجل علم اجتماع وهكذا فالقراشية قلنا ذكرا حرا قراشيا وخدبال حضرتك وجدت فيه شروط اكتمال الهيئة والسلامة وجدت فيه شروط الهيئة اكتمال الهيئة والسلامة كالعلم والعلم الذي يبلغ به درجة الاجتهاد وسلامة الأعضاء والسمع والبصر وسلامة الهيئة كل هذا وعندنا أيضا من شروط الاختيار أن يصل إلى سدة الحكم بطريق شرعي التي هي الشورى التي أسسها الإسلام أما في الحقيقة آلية الشورى هذه تركها الله عز وجل للأمة تختار هي تحدد هي آليتها وأيضا أن يسوس الناس بالكتاب والسنة وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذه شروط إبقاء أن يسوس الناس بالكتاب والسنة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أنت المسلم تختار إمامك في ضوء هذه الضوابط وفي ضوء هذه الشروط لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل الإنسان هملا في دوائر كثيرة منها هذه الدائرة حددها له وبينها وترك له دوائر واسعة يعني هل هذا الإمام نحدد له فترة ولاية ولا تكون إلى الممات هذا مطروك للاختيار للأمة إذن أعطانا هنا حرية لما يعني يستجد من أحداث ولما تنصلح به أمور الناس هل هذا الإمام نجعل ولايته متعددة مقسمة على فترات كل أربع سنوات كل خمس سنوات كل ست سنوات ونعطيه فترتين أو ثلاث يعني هذا أمر مرده أيضا إلى الأمة إنما عندنا نحن عبيد لله تبارك وتعالى استعبدنا في دوائر لا بد أن نقول الله فيها سمعنا وأطعنا الثاني أنت اخترته وعلى وفق هذه الشروط ففرض الله عليك هنا إعانته إذا أحسن ونصيحته إذا قصر وتقويمه إذا انحرف وعزله إذا كفر أو إذا عم ظلمه وانتشر فساده يعني إذن الأمة هنا يعني أعطاها الله عز وجل هذا الحق ولم يترك كما قال البيهقي ليس الحاكم رجلا نصبه الله عز وجل على الأمة وقال له افعل ما تشاء حتى هو لا هو مقيد أيضا مقيد ليس مطلق اليدان هذا يقودني إلى السؤال الذي كنت سأسألك إياه يعني هذا يستلزم مراقبة عليه هذه المراقبة تستلزم من الرعية سواء كانوا نخبا أو شورى أو أهل حل معقد أن يكونوا أحرارا فيما يقولونه من صواب أو غلط على الحاكم هذه الحرية في ممارسة العملية النقدية للحاكم كيف تتجلى في الحياة الإسلامية نحن قلنا رقم واحد نصيحته والنصيحة تكون فيما بينك وبينه والإمام هنا يقبل وبل إنه يسعد بهذا ولأنه حينما تكون الأمة يقظة وتنصح الإمام هو يستقيم هو يضمن أن أقواله وأفعاله وقراراته مستقيمة ولذلك لما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه لما جاء عيينة بن حصن ودخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لأخيه الحر بن قيس أنت لك وجه عند هذا الأمير فاستأذي لي عليه فقال نعم سأستأذي فإنهم أذن له وأذن له دخل على عمر فقال له هيه يا ابن الخطاب أنت لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل هذه تقال لعمر أنت لا تعطينا الجزل يعني لا تعطينا حقنا أو تعطينا حقنا منقوصا ولا تحكم فينا بالعدل عمر لا يحكم العدل فمن يحكم إذن بالعدل ولذلك غاضب عمر لماذا؟ لأن هذا الرجل الجلف دخل على أمير عادل في سلطانه يعني سبه بضد ما هو فيه بضد محسنه هو لا ينتظر منه الثناء بضد ما اشتهر بنا هو لا ينتظر منه الثناء ولا ينتظر منه المديح عمر رضي الله تعالى عنه إنما لا ينتظر منه هذه الجرأة والسفاهة فغضب وهم أن يوقع به فقال له الحر انظر إلى الخليفة الراشد حينما يكون راشدا وحينما يكون عليما حكيما فقال له يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والله إنه لجاهل يا أمير المؤمنين قال ابن عباس فما تجاوزها عمر رضي الله عنه حينما سمعها وكان رضي الله عنه وقافا عند حدود الله وفي اتبران وغيره أن معاوية واقف في خضبة الجمعة وقال أيها الناس إن هذا الفيء حق لنا إن هذا الفيء حق لنا فلم يعني يتكلم معه أحد ولم يعارضه أحد في الجمعة الثانية كرر الكلام لم يعارضه أحد في الجمعة الثالثة كرر الكلام فقام له بعض المسلمين وقال له لا يا أمير المؤمنين هذا مال الله وأنتم فيه خلفاء فقط إنما ليس حقا لهم فقال الحمد لله الذي جعل في رعيتي من يقومني ومن يردني إلى الحق أو كما قال رضي الله تعالى عنه نعم لكن في ضوء العملية السياسية يعني هل في التصور الإسلامي مباح أو مسموح أن تمارس العملية السياسية وفق منظومة أحزاب بمعنى عملية تشكيل الأحزاب لممارسة نوع من تداول السلطة وتغيير المشاريع والأفكار في المجتمع وتجديدها في المجتمع نحن لسا عندنا مشكلة في هذا هذه دائرة سكت الشرع عنها الذي لم يسكت الشرع فيه هو اختيار الخليفة بالشروط التي ذكرتها إنما أن تكون من طريق بالأحزاب وبطريق كذا وبطريق كذا لا بد أن تكون في ضوء الضوابط وأن تكون برلمانية أو مش عارف إيه لا لا هذه خلافة هذه خلافة ونحن مستعبدون بها فلا صح أن تكون بأي صورة أخرى الهيكل تركه الله للأمة تجتهد فيه كيفما تشاء إذن هامش الحرية السياسية والممارسة السياسية والنقد السياسي يعني واسعة في العمل جداً جداً وإلا تفسد الأمة وتفسد حياتها ويفسد دينها ويكون هذا الإمام إمبراطور أو مستبداً أو جباراً أو قهاراً على الخلق لا الأمة تراقبه أنا قلت الأمة تنصحه إذا أحسن وتعينه إذا أجاد وترده إذا شرد وتعزله إذا كفر أو إذا انتشر ظلمه وعم فساده هذا حق الله الذي أعطاه للأمة هي التي تراقب الإمام هذا ديننا لكن هذه الحرية التي تمارس في نظام السياسي الإسلامي في ضوء من العبودية الحق لله هذا قيد مهم هذا قيد فغاة الأهمية شكر الله لك الإمام والأمة كلنا عبيد لله فهو يحقق العبودية لله تبارك وتعالى من خلال هذا المنصب الذي بوأه الله إياه وأفاء عليه به والأمة أيضاً فوق الإمام الأمة فوق الإمام هي تراقبه وتنصحه وتقومه وتعدل مساره وتعزله أيضاً هي فوق الإمام كل الأمة والإمام كلنا عبيد لله نحقق العبودية لأن ليس عندنا مآرب أخرى يا أخي ينبغي أن تكون هكذا قبل أن ذهب إلى الفاصل عودنا على بدء دكتور يعني حقيقة أنت قررت بأن هناك حرية سياسية في ضوء من العبودية في نظام السياسي الإسلامي في الحياة الإسلامية السياسية لكنك توقفت عند قضية حرية العبد فلماذا هنا أثبتها وهناك نفيتها يعني في المحور الأول نفيت وجود الحرية عند الإنسان في الأصل لأنه عبد قهري أو عبد بالطوع بالله سبحانه وتعالى فنفيت وجود الحرية واعتقدت أن الحرية المطلقة هي أقرب إلى معنى الحرية وهي ليست موجودة لماذا نفيت الحرية عندما تكون ثم أثبتها في نظام السياسي الإسلامي لأن الله أثبتها هذه معنى العبودية نحن نثبت ما أثبته له ما أثبته ربنا تبارك وتعالى ونتحرك في ضوءه وإذا ساكت ربنا تبارك وتعالى فهو الذي أعطانا حرية الحرية أين أثبتها في مدار العمل السياسي للنظام الإسلامي؟ أين أثبت الله الحرية في مدار العمل السياسي الإسلامي؟ نقول عندنا مدارات فيها عندنا مدار مثلا هل نحدد للإمام فترة أو فترات أم يبقى إلى الممات الصحابة أبقوه إلى الممات هذا ليس ملزما للأمة فعل الصحابة هذا ليس ملزما للأمة هذا كان رأيا لهم إنما الذي ملزم لنا النص الشرعي فليس عندنا نص شرعي يلزم الأمة أن يبقى الإمام إلى الممات هذه واحدة الثانية هل نجعل له هذه الولاية فترات أم فترة واحدة مقسأة أم نقسم هذا ماذا من الحرية السياسية للأمة هل نقيم أحزابا ونقيم ما يسمى بالمجالس التشريعية والمجالس الشورية هذا كان موجود عند الأمة لكن ليس بالصورة الموجودة الآن عمر كان عنده مجالس شورية وأبو بكر كان عنده مجالس شورية وكما في حديث ابن عباس هذا فقال وكان مجلس عمر وأهل مشورته من الكهول والشباه الكهل في اللغة ليس الشيخ الفاني لا إنما هو من الثلاثين إلى الخمسين أو إلى الستين تستطيع أن تقول هذا إنما الشيخ الفاني ليس كهل أنا هذا شيخ فاني فلذلك نقول أنه فيه في مجلس عمر رضي الله عنه الشباب وفي مجلسه الكهول أي ذوي الخبرى الذين بدت عليهم علامات الشيب القليل غير مؤثر فلذلك نحن عندنا دوائر دوائر لا تقبل النقاش ولا الاجتهاد وهذا لضبط الحياة وعندنا دوائر واسعة تقبل هذا حقيقة الوقت لا يصعفني كي أذهب إلى فاصل وأتابع معك الحوار لذلك سأواصل معك الحوار في ربما أربع دقائق بقية معنا دكتور العلاقة بين الحرية والعبودية ربما تحتاج إلى مزيد من الضبط كيف يكون الإنسان حرا في ضوء من هذه العبودية قد تبين هذا الموضوع في الشأن العام في الشأن العمل السياسي لكن في نطاق الحياة الفردية كيف يكون الإنسان حرا أو صاحب حق في الاختيار في ضوء من العبودية رقم واحد أن تتحرر من قيود الهوى والشيطان والنفس فمثلا الله أمر المرأة بالحجاة هي ترفض هذا تمرد ليست حرية إنما الحرية هنا أن تنساق لأمر الله تبارك وتعالى وتخالف هواها وتخالف شيطانها وتخالف شهوتها الرجل أمره الله أن يقوم وقت صلاة الفجر في البرد والشتاء والحر في كل ويذهب إلى المسجد للصلاة حينما ينام ويرفض القيام هذا تمرد وليست حرية فلذلك عندنا قوانين حتى في القوانين الوضعية تضبط حياة الناس في التعاملات المدية والتعاملات الاجتماعية والتعاملات السياسية من خرج عن هذه التعاملات عوقب هذا لضبط حياة الناس وضدها تمرد وفوضى فلذلك نحن نحقق الحرية في ضوء العبودية كما أرادها الله تبارك وتعالى لا كما تريدها أهواؤنا وشهواتنا هذه واحدة يبقى أن تتحرر من قيود الهوى والشيطان والنفس وتكون عبدا لله وحده ولذلك من تعددت له الآلهة ضل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار هذه عبودية وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة اللبس الجميل والشياكة والحجدة والمظاهر وتعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش يعني النبي يدعو عليه صلى الله عليه وسلم ماذا تريد يا رسول الله قال أنا أريدك عبدا لله وحده فقط إذا كنت عبدا لله وحده وتحررت لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إذن هنا أستنتج من كلامك أنك ربما الآن وضعت يدك على معنى الحرية الحرية هي بمعنى أن يكون الإنسان سيدا على شهواته التي تقوده إلى المعصية وضد شريعة الله تمام هذا هو المعنى الحرية إذا أردت هذا خلاص هذا ما فهمته أرجو أن تصوي بليه أنا موافق معك طيب بقي بدقيقتين وربما أقل ماذا يترتب من أثار عملية على بيان معنى الحرية هذه الذي وضحته لنا في تصور الإسلامية رقم واحد الخروج من الغيبوبة والكذبة الكبيرة التي خدع الشيطان بها الناس وهي كذبة الحرية الحرية التي تعني عند الغرب حرية الإلحاد وحرية الشهوات حتى كما ذكرت حرية الشهوات هذه أعطوها للمرأة أما الرجل لا تمام لذلك لابد أن يتحر أن يخرج المسلم من هذه الغيبوبة أنت لست حرا أنت عبد لله ولك الشرف أنت عبد لله ولك الشرف لابد أن تفهم هذا يبقى رقم اثنين أن تصحح المعتقدات فأنت إذا عشت لله عبدا فأنت حر وإذا لم تعش لله عبدا وتمردت على هذا الرب العظيم الجليل الذي منه بدايتك وإليه مرجعك فأنت سوف تعيش عبدا لآلهة شتى تتنازعك وتتصارع عليك وربما يصرعك بعضها نعم الثالثة تصحيح التصورات يا أخي لماذا تعيش فريسة لحضارات الكفار وهؤلاء لابد أن تعود إلى حضارة الإسلام الرابع أن توجد لنفسك رؤية خاصة بك ورؤية لأمتك وتوجد الآلية التي تحقق بها تلك الرؤية حتى نخرج بخلاصة بقيا ماي عشر ثواني وأفهم عنك وأطرح على السادة المشاهدين أن في الإسلام حرية ولكن الحرية في الإسلام مختلفة عما هي موجودة مطروحة حاليا من أفكار وهي أنه أن يتمرد الإنسان على شهواته ونزواته ورغباته التي تقوده إلى ضد مصلحته وضد شريعة الله عندما ينجح في ذلك يكون حران هذا معنى الحرية في الإسلام لو سميت هذه حرية أنا موافقه وإنما نسميها عبودية لله طيب شكرا جزيلا لك دكتور أشكر في نهاية هذه الحلقة ضيفنا الكريم الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر شكرا لكم مشاهدي الكرام في حراسة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر